جر أمريكا إلى الاتفاق النووي مع إيران مسعى أوروبي يعتمد على المرونة التي تبديها إدارة بايدن من هذا الملف بحسب الخطوط العريضة للسياسة الأمريكية الجديدة وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا بحثوا مع نظيرهم الأمريكي أنتوني بلينكين الملف الإيراني في وقت صعدت فيه طهران انتهاكاتها لبنود الاتفاق النووي للضغط على المجموعة الدولية بشأن رفع العقوبات التي أعيد فرضها عقب الانسحاب الأمريكي من الاتفاق عام 2018 الحراك الأوروبي يحاول الموازنة بين الطرف الأمريكي والإيراني فمن جهة يسعى إلى إقناع إيران بالتوقف عن تخصيب اليورانيوم وإبداء أريحية في شروط التفاوض ومن جهة ثانية يسعى الأوروبيون إلى إقناع أمريكا بإمكانية تغير السلوك الإيراني وإيجاد قاعدة مشتركة يجتمع عليها الطرفان في أرض الواقع لا تبشر تصرفات إيران بإمكانية تغير سلوكها فلم تتوقف عن تخصيب اليورانيوم وعلى عكس ذلك انتقلت إلى مرحلة تخصيب اليورانيوم المعدني الذي يعتبر المادة الأساسية في صناعة الرؤوس النووية للصواريخ وأما فيما يخص مشكلة النظام الإيراني الأساسية وهي الدور التخريبي في المنطقة فهو أمر لا يمكن المساومة عليه عند نظام خامنئي بل إن طهران تسعى إلى استغلال نتائج الاتفاق النووي لزيادة نشاطها التوسعي في المنطقة كما حصل سابقا في عهد إدارة أوباما نجاح الحراك الأوروبي كما يرى مراقبون يكاد يكون معدوما إذ أن إدارة بايدن وإن كانت توافق من حيث المبدأ على اتفاق نووي مع إيران إلا أنها لا تريد تكرار خطأ أوباما عندما حول الاتفاق النووي إلى شيك مفتوح ينعش النظام الإيراني وميليشياته في المنطقة ترجمة نانسي قنقر